السلام عليكم بكل تأكيد هناك حيوانات من الجائز قتلها ومنها لا يجوز قتلها وسوف نتحدث في هذا الفيديو حول الحيوانات والحشرات التي نهى الإسلام عن قتلها من الحيوانات التي لا يجوز على المسلم أن يقوم بقتلها وتم ذكر ذلك من قبل الصحابة وبعض الروايات في الإسلام أولا طائر الهدهد هذا الطائر الذي حمل رسالة النبي سليمان للملكة بالقيس في سبأ التي وجدها تعبد الشمس من دون الله وقصة طائر الهدهد مع النبي سليمان معروفة حين تفقده ولم يجده وكان في رحلة من فلسطين إلى سبأ في اليمن ليعود الهدهد إلى النبي سليمان بنبأ عظيم عن قوم تحكمه امرأة يسجدون أو يعبدون الشمس من دون الله حتى كان سببا في إسلام مملكة بأكملها هذا الطائر الجميل لديه أجنحة طويلة تمكنه من قطع مسافات طويلة ويذكر أنه مكتوب على كل جناح منه باللغة السريانية ألا محمد خير البري ثانيا طائر الصرد نهى النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن قتل طائر الصرد هذا الطائر الذي يمتاز بلونه الأسود والأبيض ولديه منقار حاد وذكر بعض المؤرخين أن العرب قديما كانت تتشاءم من طائر الصرد فيقتلونه ولما جاء الإسلام ونهى عن التشاؤم حرم قتله لأن التشاؤم محرم في الإسلام ويذكر أن طائر الصرد كان يطير لتفقد مواضع المياه ليدل آدم عليها ثالثا النمل هي مخلوقات تسبح الله دائما ويعد من الحشرات الاجتماعية ويوجد منه أكثر من عشرة آلاف نوع جاء النمل في الكرآن الكريم في قصة سيدنا سليمان حين جاء واد النمل ورأى نملة باسطة يديها للسماء تقول اللهم إنا خلقا من خلقك لا غنى بنا عن فضلك ولما سمعها النبي سليمان أخبر الناس بالتوقف عن الدعاء لأن الله أسقاكم بدعاء غيركم رابعا النحل وهي من أكثر الحشرات نفعا للأزهار وللإنسان لأنه يساهم في تلقيح الأزهار وتعطي للإنسان من بطنها علاجه وهو العسل يوجد منه ما يقارب من عشرين ألف نوع ويوجد في جميع دول العالم عدل قطب الجنوبي العديد من الناس يقولون أن النحل يلسع ولكن العديد من الأبحاث العلمية أثبتت أن لسعة النحل تعالج عدة أمراض وذكر النحل في الكرآن الكريم قال تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر